اشتركوا في القناة من أجل تولي مهمة تدريب الفريق خلال منافسات الموسم الكروي المقبل وأفادت صحيفات الليكيب أنارونار دخل في مفاوضات جادة مع الفريق الفرنسي قبل إجراء المباراة الودية ماما المنتخب الهولندي والتي انتهت بهزيمة الأسود بهدفين دون رد بهدفين مقابل هدف واحد هدف الذي تجله اللعب بوصوفا ويبدو أن التصريحات التي تلت المباراة الودية ماما الطواحين الهولندية والتي كانت عبارة عن تهديدات مباشرة للجمهور المغربي لا علاقة بالعروض التي يتوصل بها المدرب رونار وارتبطاً بالموضوع ذكرت مصادر موتوخان مجموعة من الصمصرة بأوروبا يسعون دائماً إلى استفزاز الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن طريق ترويج أخبار زائفة بخصوص رحيل المدرب الفرنسي هيرفي رونار وأفادت المصادر نفسها في اتصال هاتفي لشوفسبور أن خبرت وصل رونار بعرض رسمي من فريق سانتيتيان شبهة بالروايات التي سردت على المغاربة مع نهاية منافسات كأس أمم إفريقيا 2017 حينما روجت بعض الصحف الفرنسية خبرت عاقد رونار مع المنتخب الكوديفور بالنسبة لبطولتها الوطنية قرر سعيد حسبان رئيس فريق قراجة البيضاوي لكرة القدم تنظيم وقفة تضامنية مضادة مع الاحتجاجات التي سيشهدها ملعب الوزيز يوم غدني السبت في الساعة الثالثة عصراً وفادت مصادر رجوية أن الوقفة التضامنية ستجرى يوم الأحد المقبل دون تحديد المكان موضحة في الوقت نفسياً الهدف من تنظيمها ومساندة المكتب المسير للنادي والتأكيد على ضرورة بقاء المكتب الحالي دولياً كشفت والدة كريس سيانو والنجمر البرتغالي ولعب فريق ريال مدريد أن صديقة ابنها ليست حاملاً نافية كل الأخبار التي رجعت بعد نشرها لمجموعة من الصور عبر حسابها رسمياً انستغرام وقالت والدة رونالدو في تصريح اليورسبور إن الصورة التي نشرها رونالدو على انستغرام لا تدل على أي شيء أبداً إنه فقط يضع بيده على بطنها بهذا مشاهدنا وصلنا لنهاية الموجز أرياضي نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة